مرحبا بكم في قناة تحفة يوب لأن العفاء أحمد حذر للدفاع عنه صباحا إلا أنه تغيب في المساء بسبب وعكة صحية أحمد أويحي حسب جريدة الحوار رفض تأجيل محاكمة عند سماعه للخبر وأصر على المواصلة حيث تملك نفسه ببردة أعصاب مضيفة للجريدة أنه قال إن لله وإن إليه رجعون وكل جمهوري حينها أكد لأيحي أن له الحق الكامل في تأجيل محاكمة لثلاثة أيام إن أراد ذلك ليرد أويحي عليه يوم واحد يكفيني لنكمل مجرية المحاكمة يوم الثلاثة وطلب فقط الحضور لإلقاء النظر الأخير على أخوه وهو ما حدث بالفعل حيث تم الموافقة على الطلب إذ خرج أويحي وكان مكبل اليدين مع حراس أمن يجد مشدده ولم تفارقه إلى أن تم إعادته إلى زنزانته أين بدأ أويحي بالمقبرة متأثرا لوداع أخوه رحمه الله واليوم عاد للسئنة في المحاكمة حسب طلبه حيث تتم محاكمته حاليا كونه رفض بشدة أن يطل التأجيل والقاضي حاليا يواجهه بالعديد من التهم مع العلم أن السلال كان بجانب أيحي وسمع الخبر وبدى مصدوما حينها وعاد هو الآخر للمحاكمة فقضايا بالجملة تقيلة تنتدرهم أمام العدالة ينتظر أن يعمروا بسببها طويلا بالسجن بجانب عدد كبير من المسؤولين السابقين وحتى بعض رجال الأعمال اشترك في قناة تحفة يوب ولا تنسى الإعجاب والتعليق ترجمة نانسي قنقر